نزالي قناة مختلفة جدا جدا وأنا هركز عليها شوية في الكلام هي قناة باسم دكتور أحمد عطية الدهشان بداية أنا فعلا على المستوى الشخصي سعيد أن أنا بعرض قناوات زي كده قناة هي قناة طبية قناة بتتكلم على بعض أو بتشرح بعض التساؤلات أو بترد على بعض التساؤلات الطبية الأكثر شيوعا بالأخص هي قناة طبعا صاحبها هو دكتور أحمد هو اللي بيتكلم فيها حاجات تخص فيما يخص مثلا الحاجات الخاصة بالأكل والتخسيس والكلام ده ده جزء يعني وكمان دكتور أحمد بعمل عليها بث مباشر كتير بيتكلم مع المتابعين يجاوب على أسئلتهم في برنامج بيتكلم عليه لايف بيعرض بعض الحالات الحقيقة ونا شفت بعض الفيديوهات بعض الناس اللي كانوا يعني تعواصلوا مع دكتور أحمد ومسجلين فيديو بشكروا في دكتور أحمد على الحاجات اللي يقدمها لهم وبيعرض مثلا حاجات لايف من داخل العيادة بيتكلم على جزء خاص بالأطباء الخاصين بالامتياز بتتكلم على الرشيدات الطبية اللي بتكتب في العيادات زي التشخيص بيتم يعني فيها محتوى طبي محترم جدا جدا حقيقة ومتخصص جدا بيتكلم على مثلا بعض العلاج الخاصة ببعض الأمراض الأكثر شيوعا زي الأنيميا والديدان اللي بتكون موجودة عند الأطفال في الجهاز الهضمي وكده عليك سمنة الأطفال والكبار والنحافة كتير أهم الحاجات صراحة المحترمة جدا وأنا فعلا أصدت أن أنا أفصل شوية في الكلام على القناة لأنه حاجة محترمة وفي نفس الوقت أنا سعيد بأنه دكتور أحمد يعني بعت لنا القناة عشان نقدر نعرضها هو دكتور أحمد هو دكتور مصري يعني في مشاركات ليكتير في بعض التلفزيونات يعني أدعو حاركم طبعا للاشتراك في القناة القناة محتوىها زي قلت لكم طبي محترم جدا مفيد جدا لشريحة كبيرة جدا مننا من المستخدمين بشكل عام عدد المشتركين في القناة هو 31700 مشترك وفيها حوالي 21 مليون و300 ألف مشاهدة ودي كانت قناة دكتور أحمد دهشان أدعو حضراتكم الاشتراك فيها